موقع جغرافي يجعل المغرب بوابة للاستثمار الإفريقي سياسات مكرو اقتصادية إيجابية وتحرير المبادلات التجارية مجموعة عناصر كشفها أحدث تقرير سنوي حول مناخ الاستثمار في المغرب الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ما عده سياسيون مغاربة محفزا هاما وشهادة ذات مصداقية من أهم قوة اقتصادية في العالم هذا التقرير صريح ما قام به المغرب فيما يخص مجال الاستثمار فيما يخص واحد عدد المساعدة تحفيز الاستثمار سوف يحفز المستثمار الأجانب في جهو المغرب يتقو في المغرب فيما يخص مؤسسات ديلا فيما يخص جميع الشريعات التي ترتبطها بالشفافية بالمصداقية واحد عدد ديلا المساعدة هذا يعطي واحد شحنة كبيرة جدا للتقل المستثمارين يغيدوا في المغرب إن شاء الله وفق التقريري تركيز المغرب على الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والطائرات والنسيج والأدوية وترحيل الخدمات مكن من جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل تقرير هذا هو تقريري وإيجابي ومن كله إلا أنه يعود بالنفع على اقتصاد الوطني لأن العالم يرى بمنظور أمريكي وبالتالي مني تكون تقرير إيجابي من طرف الأمريكي ومجموعة من المستثمرين الأجانب أو أمريكيين يمكن لهم أن يجيوا للمملكة المغربية ورغم أن التقرير أشار إلى جهود الإصلاح التي مكنت المغرب من الخروج من الدائرة الرمادية لمجموعة العمل المالي في مجال مكافحة تبييد الأموال وتمويل الإرهاب إلا أنه تدرق أيضا لما وصفته أحزاب المعارضة بالنواقس وعدم كفاية الإجراءات الحكومية التدفقات الخارجية في عدد الحكومة نقصت 53% من 20 إلى 10 وهذا قلناه وأكدنا عليه في الحصيلة المرحلية الحكومة في هذا المجال استثمار ما لم تبدل مجهودا كبيرا وبالتالي فالتقرير الخارجية الأمريكية أظن أنه كان منصفا في هذا الجانب لحيث الإيجابية والسلبية التي يجب أن نتدركها ذكر التقرير أيضا بأن المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة مما ساهم في حدف الرسوم الجمركية بنحو 95% وهو ما ضاعف التجارة بين الرباط وواشنطن خمسة أضعاف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بقدر ما صلت الضوء على الجوانب الإيجابية في المجال الاقتصادي في المغرب بما يخدم مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب بقدر ما شخص بدقة واحتراف وفق المعارضة أعطابا قانونية وإدارية وجب إصلاحها وتجاوزها فاطمة بغنبور الحرة الرباط